بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله تحية إلى أهالينا في ولاية كبلي الحقيقة حزب تونس الزيتونة اختار ولاية كبلي وهو اختيار استراتيجي باش يتقدم في قائمة وحيدة في كامل تراب الجمهورية حزب تونس الزيتونة يضم قيادات كما الشيخ عدل العلمي وكل تعرفوه والأخ المناظر السادق النجار الاختيار هذا لولاية كبلي لم يكن من العدم بل كان نتيجة الظلم التي تعرضت له الولاية هذه لعدة عقود تهميش لا تنمية لا تشغيل لا استثمار بينما هذه الولاية أكثر ولاية توفر العملة الصعبة للبلاد من تصدير التمور والدقل كذلك لا تزال هذه الولاية محافظة على النسيج الاجتماعي والأخلاقي والأسري مظاهر التدين نراها في كل مكان في الطرقات والمساجد والأسواق وفي البيوت والمنازل في المعاملات اليومية أخلاق عالية كرم للضيافة القناعة والشكر لله والصبر على الأوضاع الصعبة لحقيقة أحنا حضرنا مشروع استراتيجي المشروع هذا هو إقامة دولة العدل والعمران في تونس لأن بلادنا تعرضنا إلى ظرم كبير وخاصة ظرم المحاكم والقوضات لذلك أحنا في برنامجنا باش نعالج معالجة جذرية للمنظومة القضائية ونسعى إلى إرجاع المحاكم الشرعية التي وقع غلقها سنة 56 قصد إرجاع هيبة الدولة وإلساء العدل الذي هو أساس كل استقرار وتعايش بين البشر ثانيا التصدي ومقاومة الاستغلال الفحش لمقدرات وثروات البلاد لصالح فئة أو جهة معينة على حساب المجموعة الوطنية ثم كذلك سنسعى إلى مراجعة التشريعات القانونية المنظمة لملكية الأراضي وطرق استغلالها والانتفاع بها استثمارا وسكنا حتى تعود الأرض مهدا ومستقرا ومصدرا للرزق والعيش الكريم وكذلك حتى تكون الأرض المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار والتنمية كذلك مراجعة التشريعات القانونية المنظمة للحياة الأسرية والأحوال الشخصية وكذلك السعي إلى إلغاء القوانين التي ساهمت في التفكك العائلة وتصدعها واستفحال الفساد الأخلاقي الذي أدى إلى أزمة اجتماعية خانقة نعيشها اليوم في بلادنا أدعوكم أخواني أهالي قبلي إلى انتخاب قائمة تونس الزيتونة لتأمين مستقبل أبنائكم نحن اليوم أمام مرحلة هامة ولحظة فارقة في تاريخ تونس نحب نخرجوا البلاد من الوضع المتعفن إلى وضع أفضل بكثير ما نحبوش الفوضى والاقتتال لا سمح الله ثقتنا كبيرة في أحرار تونس بش نتخبونا المسئولية كبيرة والأمانة أكبر وثقيلة نحن مقدرين الوضع ونحبو البلاد ونغيرو عليها وعلى كل شبر منطرابها العزيز اشتركوا في القناة